اشتركوا في القناة ورئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ان الاتصال تضمن التشاور وتبادل وجهات النظر حول اخر التطورات الخاصة لعدد من الملفات الاقليمية ذات الاهتمام المشترك وسبل تنصيق الجهود المشتركة في هذا الاطار على نحو يحقق الاستقرار في المنطقة ومصالح الشعبين الشقيقين اكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على فتح قنوات التواصل مع المواطنين لاستقبال شكاوى تراكم القمامة بالمحافظات بما يساعد في سرعة حصر مناطق تركز اقوام القمامة بالمحافظات المختلفة جاء ذلك خلال متابعة جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في التفاعل مع شكاوى المواطنين حول تراكم القمامة بالمحافظات واطلع مدبولي على تقرير متابعة افاد بان المنظومة تلقت خلال الاسبوع الماضي خمسة الاف وسبعمائة وثلاثة وخمسين رسالة وشكوى وجه وزير قطاع الاعمال العام شام توفيق باستكمال دراسات تطوير ميناء ابو زنيمة بجنوب سيناء وخلال اجتماع للوقوف على مشروعات التوسع لشركة سيناء للمنجنيز التابعة لشركة القابضة للصناعات الكيموية وجه توفيق بالموضي قدما في استكمال دراسات المشروع لتطوير وتعميق رصيف الميناء كمرحلة اولى يتبعها ضخ استثمارات لانشاء منطقة خدمات لوجستية لحفارات البترول بالمنطقة المحيطة والصيانة واصلاح السفن اختتم حزب مستقبل وطن المنتدى الاول له الذي عقده بمدينة شرم الشيخ بحضور رئيس حزب مستقبل وطن المهندس اشرف رشاد ووكيل مجلس النواب السيد الشريف ورئيس تلافي دعم مصر عبدالهادي القصبي وخلال حفل الختام قال رئيس حزب مستقبل وطن ان المنتدى يعد اول ميلاد حقيقي لهيئة برلمانية جديدة لمستقبل وطن خلال الفترة المقبلة من جانبه قال وكيل مجلس النواب ان المنتدى عبر عن تكاتف وصفة في السلطتين البرلمانية وتنفيذية لحل القضايا الملحة التي تهم الوطن وذلك من خلال ورش العمل والندوات التي شارك فيها عدد من القيادات الشابة تبنى حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس الشرف رشاد اعادة ترميم 105 منازل في مركز مينيا القمح بالشرقية وذلك في اطار الجهود المجتمعية التي يقوم بها الحزب في المحافظات في اطار برنامجه لتفعيل دور المشاركة المجتمعية وتواصل مع المواطنين عبر قنوات اتصال خدمية مختلفة نقلت وكالة الانباء السعودية بيانا عن النائب العام السعودي قال فيه ان الاسباب التي ادت الى وفاة الصحفي السعودي جمال خشقجي جاءت نتيجة شجار واشتباك بالايدي واكدت النيابة العامة السعودية ان تحقيقاتها في قضية وفاة خشقجي مستمرة مع ثمانية عشر شخصا سعوديا تم ايقافهم على ذمة التحقيق تمهيدا للوصول الى كافة الحقائق واعلانها ومحاسبة جميع المتورطين بدوره امر خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة احمد عسيري والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبدالله القحطاني بالاضافة الى انهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة ووجه الملك سلمان بتشكيل لجنة وزرية برئاسة ولي العهد الامير محمد بن سلمان لعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحيتها بشكل دقيق اكد وزير الدفاع رسي سيرجي شويجو ان جميع الظروف الضرورية لقيام سوريا كدولة موحدة موجودة حاليا مشددا في الوقت ذاته على ضرورة بذل جهود دولية لتحقيق هذا الهدف قال شويجو في خطاب القاه في الجلسة الخامسة لوزراء دفاع بلدان اسيان وشركائهم في سنجافورة انه يتم حاليا في سوريا العمل بنشاط لاستئناف الحياة السليمة هجمت بحرية الاحتلال الاسرائيلي الصيادين الفلسطينيين قبلة سواحل شمال قطاع غزة واعتقلت صيادين شقيقين قبلة سواحل بلدة بيت لاهية شمال القطاع قال زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي في قطاع غزة ان الصيادان هما كريم ومحمد ابو حسان وان قوات الاحتلال صادرت مركبهما اكدت وزارة الداخلية الافغانية وقع ثلاثة انفجارات في العاصمة كابل في الوقت الذي توفد فيه الناخبون على مراكز الاقتراع للادلاء باصواتهم في الانتخابات البرلمانية وكانت المراكز الانتخابية في افغانستان فتحت ابوابها صباح اليوم امام الناخبين اذانا بانطلاق الانتخابات التشريعية التي ستقام في الثاني وثلاثين في الثنين وثلاثين ولاية من اصل اربعة وثلاثين وقام رئيس اشرف غني في الدقائق الاولى بالادلاء بصوتي ختام الموجز مشاهدين الكرام الى اللقاء